أماه لا تتركينني وحياة بين يتيك أسألك يا أمي عن النور والظلام أسألك يا أمي والجنة تحت قدمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكلام في هذا العدد الجديد من برنامج أسألك يا أمي نتشرف دائما بحضور أمي الدكتورة حسيني حرية سهلا بك أمي اليوم اخترت موضوع جد حساس ومهم جدا اللي هو الفتاة المحتضنة أو الطفلة اللي متبنيينها الناس ونظرة المجتمع عليها أكيد هذا موضوع حساس جدا يعني هم ما يحكي وش فيه الناس بسر بطبعه أنه من المفروض يقولوا لك بلي حاجة سريعا يعني حاجة تخص هذا الفتاة ولهذا ما يحكي وش عليه والموضوع هو في حداته يعني موضوع مهم جدا لأنه نحكي وعلى الناس كل وقاعدين نحكي وعلى الناس كل يعني على البنات بكل فئات غير هذا البنت ما نحكوش عليها صحي اليوم بإذن الله نعطيها إن شاء الله أمي علش نظرة المجتمع دايما مختلفة على البنت العادية على هاد البنت هذي يعني هاد الفئة من البنات اللي هما البنات الغير الشرعيين هو الطبيعة المجتمع يعني طبيعة المجتمع أنه الإنسان اللي ما عندوش يعني دم يعني حتى البنت هذي اللي ما عندهاش دم وإحنا لما نتكلم على هاد البنت نتكلم على البنت المحتضنة يعني البنت اللي حضنينها ناس مهمش من أسرتها إما أن هاد البنت هي بنت يعني كما تسمى بنت غير شرعية يعني يروح وياخدوها من عند من حضانة يعني الحكومية ويتبناوها هذا الناس ويجيبوها تعيش عندهم يا إما هذا البنت مثلا يكون هذا الزوج ما عندهمش لولاد ويأخذوا بنت من الأهل تحهم يعني قد تأخذ بنت بنت أختها ولا بنت خوها ولا يعني من الأقارب وتجيبها وتربيها لهذا الزوجة هذا الزوجة لي ما عندهاش لولاد وجابت هذا البنت والبنت هذه رح تعيش في بيئة خطي البيئة تحها يعني بعيدة على أخوتها بعيدة على أهلها ولا البنت اللي جبوها أصلا من الحضانة الحكومية يعني من عند الحكومة ويجبوا يتبنوها ولكن في الحالتين النظرة يعني محتومة تكون يعني نفسها حتى ولو البنت هذه جبوها من عند أهلها يعني ودهرين أهلها تكون النظرة شوية مش ولو بد ولكن المجتمع بيطبعه يعني يحاكم المظلوم صح إلا غالب هذا هو مجتمعنا أمي لما تعرف البنت أنها عند عائلة مش عائلتها يعني يلحق الوقت وتعرف هاد البنت بيانسوق راح تجيها صدمة في بعض الأحيان تجيهم صدمة لبناء الفئة كما هدي ولا ما يتقبلوش الموضوع ولا يتقبلوه لكن دايما تروح لهم مشوية ثقة بالنفس كيفاش يكون دور الأم المربية لهاد البنت هو دور الأم المربية يعني الأم اللي تقرر أنها تجيب بنت وتربيها تجيب بنت وحاحة تحطها هي بنتها يعني من المفروض تخاف عليها وتخاف على شعورها من المفروض البنت هذه لازم منه من الصغر تفهمها بشوية يعني كل على حسب العمر تحا يعني كل مرة تعطيها معلومة وتفهمها بشوي بللي يا بنتي أنا مانيش أنا أمك اللي ولدتك ولكن أنا أمك اللي ربيتك تعطيها لها بشوي بشوي حتى البنت تدخل الفكرة في رأسها يعني مرة خلاف البنت تكبر خمس سنين ست سنين تخرج للمدرسة كي الناس يقولوا لها بللي هدي مش أمك يعني لازم تكون البنت عارفة الموضوع قبل حتى اللي يقولها مش أمك تقولوا هي مش أمي على بالي بللي مش أمي ولكن هي اللي ربيتني وين هو المشكل يعني تكون الأم بنات دي جا تطيقة في هديك الطفلات زرعتها فيها وبنات لها يعني ثيقة في نفسها تخليها تواجه المجتمع يعني وكان من المفروض يعني يحب داك كل كل أم تجيب طفلة يعني بنت ولا ولد يعني اللي يجيب اللي يفهموهم قبل ما يخرجوا للمجتمع قبل ما يدخلوا يعني يقرؤوا اخترقيني الناس أهل عم بالهم بلي هاد البنت مش بنت المرأة هدي وما يصارحون اش ويحكيوا قدام ولادهم ويحكيوا الشي يعني مرة خلاف تخرج هاد البنت تلقى روحة قدام ولاد الجيران يقولوا لها مش أمك هدي ولا قدام ولاد الأهل يعني الخالات والعمات ولا تلحق حتى ربعها يا راي قولوا لها يا بنت الحضان يقولوا لها مش أمك المهم مش أمك طفلة ستصدم المرأة اللي حطتها أمها تظهر مش أمها صح وفي بعض الأحيان نلقوا أيضا بعض العائلة تربي يهديهم يجيبوا بنات ومبعد كي يلحقوا يعني سن معين مثلا 18 سنة 16 سنة 17 سنة المراهقة ما تقدر لها شترميها صحيح شفت يعني شفت شفت هذا خلال هذا البرنامج يجيبوا لبنات يجيبوا لبنات ويربوهم يعني ويحاولوا يعني في الأول يعني يديروهم كما بناتهم في الحالة هذه ومبعد البنت توصل لسنة المراهقة البنت هي إنسان يعني عندها أحاسيس نفس الأحاسيس تعلبت غلطة وحدة دي حاوزها لا لا ولكن دوك لازم تفهم الأم هذه اللي جابت البنت هذه واللي قالت جبت ودرتها بنتي تفهم بلي بنتها يعني كوجات بنتها اللي ولدتها وتغلط تتخرجها للشارع تمدها للناس تبدهش للناس تحملها وتنقضها وتحاول يعني تنورها وتتغلط طبعاً وكون دير خطأ يعني تحاول تصحه وتحاول تتغطي عليها ولكن كعادت البنت هذه مش بنتها يعني من أول خطأ وحتى ثاني خطأ وحتى ثالث خطأ من المفروض بنتك مدام بنتك يعني حتى تخطأ لازم تتحملي الخطأ نحن عندنا مثل جزيرة يقول اللي تربي كتر من اللي تولد أكيد أكيد ولكن هذه الحالات كاين وكاين حالات أخرى أنهم يجيبوا فتيات ويربوهم ولكن كيوصلوا لسنة 15-16 سنة يحبسوهم الدراسة ويحطوهم كأنهم خادمات عندهم يخدموهم ومس لا مستقبل ولا شيء يعني حتى الابنات اللي يجيبوهم من عند الحكومة ولا في وقت ما حتى الحكومة ما تكونش مترقبش يعني ما كانش رقابة مستمرة على هذه الأطفال اللي هما من المفروض أمانة في رقبتهم تلقي الأولاد هذوك يضيعوا يعني يضيعوا من ناحية العملية يعني ناحية الدراسية ويضيعوا أكثر من ناحية نفسية الصغير اللي متربي يعني عنده إحساس مفرط حتى ولو ويكون عن باله باللي هو متربي ما يكونش يعني مش عن باله ولا مثلا نكون الأم يعني كما يقولوا يعني تصرخ عليها ولا ما تقبلها شيء يعني تطلب طلب ولا أي حاجة تشوفها بطريقة أخرى مش بنفس الطريقة اللي تشوفها البنت العادية تقول كون جات يمها ولو كون جات أمها بلقا كانت قادرة تعاملها يعني بقصوة أكثر ولكن هي في الحالة هذه تبني لها باللي كون جات أمها يمكن تعاملها أحسن صح دايما عندها كما نقوله إحساس هكذا دايما بالنقص حبيت نلحق النقطة أخرى من أمي وهي النقطة مهمة ممكن كين ناسا ما يشوفوا فينا متبنيين بنات ولا ولاد للآن لحد الآن بلك راهم في سن معين وما قدروش كيفاش يصارحوهم كيفاش يصارحوهم ما قدروش كيفاش يصارحوهم على خطر ما صارحوهم مش من الأول من اللي كان الصغير سهل تقول لك بلك ما قدرت لا لا صغيرك يعود في عمر وربع سنين تلت سنين ربع سنين كيقول لك ماما تبدأ بالشوية أنا ماماك ولكن ماماك اللي ولدتك هكذا تبدأ تحكيله حكاية مثلا ومن بعد تبدأ بالشوية حتى يبدأ يكبر وتتبلور يعني الفكرة في رأسه وتبدأ تعطيله الحقيقة بالطرف بالطرف ما يصير ويلو هنا يكون الصغير يعني متزن متزن إلى حد دين ما يعني متزن من هذا المشكل ولكن من ناحية نفسية يبقى دايما عنده هذك الإحساس المرهف هذك الإحساس دالك الخيال يعني يا هل ترويني أمي شكون هي أمي شكون هو أبي وخاصة الأم يعني البنت ولا الولد يبحث على أمه كثير من على باباه وتجي هذك الفكرة يعني والأحاسيس يعني اللي كما يقولوا غريبة وضر بالزاف وصعيبة أن تشوفي هذه البنت تكون ماشية في الطريق يعني وأي أم أي أم تقابلها تقول يمكن هذي أمي وخاصة تكون تشوفها وتشبهلها ولا حاجة تقولوا وبلك هذي هي يما وبلك هذي أختي وبلك أخويا ولا نجعل الموضوع من ناحية أخويا وأختي أن البنت هذي تعيش في عزوف يعني عن المجتمع تلقيها منفريدة تلقيها تخاف حتى لو توصل لسن الزواج طفلة عادية يستوصل لسن الزواج يعني تقول يتقدم لي أي واحد ويعجبني مش مشكل نزوج به يعني نقبلوهم ما كان حتى اعتراض ولكن هذي البنت حتى ولو يجيها من يجيها تبقى دايما عندها هذيك نقطة استفهام وبالك هذي أخويا وانا وين عن بالي هنا البنت هذي تلقى مشكل كبير يعني وفي حالة نفسية يعني ربي سبحانه برك أعلم بهم وش يكونوا صحيح أمي إحنا من هذي الهدف من هذي الموضوع حبينا نغيره نظرة المجتمع على هذي الفئة من البانات وش رايك لو كان نقدموا نصائح للأمهات ولولمجتمع ككل بصفة عامة أكيد أنا لما شرحت يعني الحسيسة على البنت هذي هذا الكلام يعني ما نحكيش فيه يعني هباء يعني هكا على البنت برك أنا نحكي فيه للمجتمع يعني حسوا بهذا الإنسانة حسوا بهذا الإنسانة اللي انتم بناتكم كيمشوا في الطريق يمشيوا عاديين هي تمشيوا عينيها محلولين وتحوس على أمها شكون يمها شكون خويا شكون أختي لازم يفهموا بلي كفاهة إنها ما تعرفش أهلها كفاهة إنها عايشة طول عمرها تبحث على أهلها عايشة دايما على نقطة استفهام دايما نقطة استفهام تزيدوا أنتم عليها شي خلاف يعني تزيدوا تحسبوا على شي هي ما عندها حتى دم فيه حتى ساعة لو تغلط الطفلة بره والناس تكون على بالها بلي أنه هاد الطفلة رم ربيينها هاد الناس يقولوا ما تدرش عليه هاد على روحها بنت الحالان اي جسما جسما ضحية هي ضحية ضحية ويحاكموا في ضحية وغير ربي سبحانه اللي عم باله كيفاش حالتها هي داخل تحها غير ربي داخل تحها محطم وهو ما يزيدوا يحطموها أكثر يعني وما يرطيوش كما يقولوا وينتهزوا كل الفرص باش يذكروها بالانتي أكي ما كيش بنت الناس هادو للأمهات للأمهات مدام أنت خديتي وهدي أمانة ربي سبحانه يعني الأمانة لما أعطى الأمانة الأمانة ما أخدها حتى واحد يعني أخدها الإنسان حتى الجبار كما يقولوا ما تقدرش تهزي الأمانة والإنسان قبل الأمانة هاد انت خديتي لهذا الأمانة وقلتي أنا ناخد هذا البنت تجبتي البنت هدي باش تكون بنتك ماش باش تكون واحدة جيبتها تونسك ولا باش يقولوا الناس عندها بنتها ولا عندها ولدها يعني جبتي أمانة أولا من ناحية الدينية ومن ناحية الشرعية كافل اليتيم وكافل اليتيم والرسول صلى الله عليه وسلم يعني عنده حديث ما كانش لي ما يعرفوش صح أنا وكافل اليتيم في الجنة كهتين كهتين نعم إذن كافل اليتيم يعني تخذي أجر كبير كبير تانيا أنك هذا البنت تاعك اللي جبتيها لازم تعامليها كابنتك يعني كما اللي ولدتيها تغداي على مشاكلها تغداي على أخطائها حاولي ترشديها بالعكس لكان كانت بنتك ترشديها مرة هذي رشديها عشرة لأنها أمانة في رقبتك وما أصعب الأمانة وما أصعب الأمانة بارك الله فيك أمي شكرا لك أمي جزاك الله كل خير أجمعين إن شاء الله هذا موضوع مهم إن شاء الله نكون غيرنا ولو جزء من نظرة المجتمع على هذه الفئة تاع البنات إن شاء الله يا ربي أما أنتم مشاهدين الكرام مع لي غير نقول لكم أن هذه الفئة من البنات ما هما غير ضحايا فأحسنوا إليهم إلى هنا وصلنا لنهاية عدد اليوم نتلقوا في موعد آخر إن شاء الله في أمان الله يا أمي لا تتركينني حياتي بين يتيك أسألك يا أمي عن النور والظلام يا أمي أرشديني ونجاحي برضاك أسألك يا أمي والجلة تحت قدميك موسيقى